زار مسجد قرطبة السفير المغربي أحمد الغزال فقال تذكرنا ما كنا عليه عهد الإسلام وما قرئ فيه من العلوم وتليت فيه من الآيات وأوقيمت به من صلوات وقد تخيل الفكر أن حيطان المسجد وسواريه تسلم علينا وتهش إلينا من شدة ما وجدنا من الأسف حتى صرنا نخاطب الجمادات ونعانق كل سارية ونقبل سواري المسجد وجدرانه ويقول حسين مؤنس وهذا الشعور الذي يملأ نفسي كلما أقبلته على مسجد قرطبة شعور شوق عظيم أتمنى لو استطعت أن أمد ذراعي لأضمه كله إلى صدري ولكني لا أحسب أنه ونفسه مشتاق إلينا لقد تركناه وحده ومضينا بنيناه وتأنقنا فيه وعندما تغيرت الأيام وجاءت الحرب دافعنا عنه وعن بلده ما استطعنا ثم أسرع الباقون منا يطلبون النجاح وبقيه ووحيدا أقاموا في وسطه كنيسة وحولوا مئذنته إلى برج للنواقيس وغيروا اسمه من جامع إلى كاتدرائية